أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 3610 نزل من مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات يأتي ذلك تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 427 لسنة 2024 شأن الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكر انتصارات أكتوبر عمت الفرح بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عقب سماعهم قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2024 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم من من تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكر انتصارات أكتوبر فهي فرصة أتيحت لهم لبداية حياة جديدة مبسوط جداً ان انا الحمد لله ربنا كرامني واسمي في العفو بشكر سيادة الرئيس ان هو الحمد لله يفطرني من دم الناس اللي طالع في عفو سيدة أكتوبر بشكر الرئيس عبد 13 السيسي ان هو تم بنا وشفناه وانا مبسوط جداً وسعيد بالناس مريف العفو يعني وان شاء الله تكون البداية جديدة بإذن الله أنا موجودة في المكتبة ومستمشة لفنا بروح العام بار فجوموا يمتشون يفرحونه عشان يقول لنا ليش اسمونا تنضع في العفو سيادة الرئيس عبد قتاح السيسي قتاح خيره ان هو طلعني في العفو ونشكه ربنا ان هو طلعني لولادي وبيتي ودنيتي وارجع لحياتي تاني وطحيا مصر طحيا مصر طحيا مصر كلمة شرف وتحققت لما اليديني تعلمت ازاي تواجه الصحوف لما العقول اتنورت ولقيت طريق لدى يا صح شامل العفو الرئاسي 3610 نزيلاً حيث نظم لهم قطاع الحماية المجتمعية احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات للتأكيد على البعد الإنساني في المنظومة العقابية الحديثة التي اتطبقها وزارة الداخلية والذي يعد التوسع بالإفراج بالعفو أحد أهم محاورها لإطاحة الفرصة للمفرج عنهم للاندماج في المجتمع بشكر أستاذ الرئيس إن شمالني في العفو مبسوطة قوي بقوله شكراً لأستاذ الرئيس أنا فرحانة قوي إن أنا أرواح لأولادي بعد غيبة طويلة قوي معرفة اللي اسمي في العفو دوت الحمد لله الفرحة يعلم الساعاني واشكر رئيس عفتاح السيسي والحمد لله لأنا تعلمت حاجة هنا أطلع برضو وأشتغل برة وامشي بغيورة الله أنا فرحان جداً من الساعة معرفة اللي اسمي طالع في العفو وحباً بشكر السيد راسد بن موريا السيد عفتاح السيسي إن أنا طالع وأديني فرصة جدارة للحياة وعرفت عم مع الناس وأشوف أهلي وتنفيذاً للقرار الرئاسي بالإفراج عن النزلاء الذين تنطبق شروط العفو عليهم انطلق المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبلهم حياة جديدة وسط سعادة كبيرة وفرحة من أسرهم الذين انتظروهم أمام هذه المراكز وإشاد بهذا القرار الذي فتح لأبنائهم باب أمل لمستقبل جديد شكراً لك يا رئيس لما أترمي بالسلام لروح من العائل كل حاجة ليه في الجن يا رب يخليك ويخليك لينا يا رب الفرحة من السيعان وربنا يخلينا سيادة الرئيس السيسي فرحتي ما لها شاء اللي حدوت فرحتي ديها يا ربنا يكرمه وينشقه طريقه ويصلح حاله ربنا أنا فرحة أنا فرحة أنا أهو بخروج من النهاردة وبشكر سيادة الرئيس بشكره أوه ربنا يخليه لنا يا ربنا ويخليه لماس النهاردة فرحتنا ما توصفش بقرار السيد الرئيس حبيب الملايين بالعفو عن أولادنا والنهاردة يوم عظيم ما يتوصفش أبدا نخصم بالله ما يتوصف أبدا لقد كيابي ابني خمسة عجلة سالة عني دعيا مصر ومشكرك أساعة الرئيس بشكرين ساعة الرئيس هؤلاء النزلاء أصبحوا أكثر استعدادا للاندماج في المجتمع استنادا إلى البرامج الإصلاحية المتطورة التي ساهمت في تقويمهم وتغيير المفاهيم لديهم فهم يخطون أول خطواتهم نحو حياة جديدة التوسع في الإفراج بالعفو الرئاسي عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هي أحد أدوات السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية والتي تسعى من خلالها إلى سرعة دمج المفرج عنهم في المجتمع معتمدين على ما تعلموه داخل هذه المراكز من إصلاح وتأهيل لبداية حياة جديدة عبدالبركات التلفزيون المصري